كيمو مبروك لي طبعا وجمهير مدريد العادي والمتوقع بسيناريو متوقع بكل حاجة متوقع الماتش ناس نوبيت عادي بتشجع مين قلتين يوفينتوس وانت بتشجع مين قلتين ميلا ناس طيبين او انت 9-15 ناس طيبين او انت مع بعض كنا نالتنين عباد 9 وانت 15 حلوين او انت شفت الماتش ازاي يوم النهارد هو ماتش زي ما قلنه هو سيناريو معتاد من ريال مدريد راعات دورتمند بيسيطر دورتمند بيتفوق على ريال مدريد في كل حاجة بس بشوف ان دورتمند هي النهاردة اللي فارق مع دورتمند س Edwards وقلت خبره من لعاب دورتمند ومن المدرد نفسه اندفاع بدان كبير جداً جداً من الفريق 60 ديئة مش عاملين حسابهم على رد فعل ريال مدريد اللي كده كده هيجي يعني فيه رد فعل جاي من ريال مدريد هيجي ديئة 70 هيجي ديئة 80 فيه رد فعل جاي دورتبوند عمل كل حاجة لمدة 60 دقيقة بس ماستغلش كل حاجة دي أنه يجيب حتى هدف بيضيعوا فرص سهلة جدا ماستغلشوا الفرص اللي أتيحت لهم ريال مدريد عجبني شوية فكرة أن الفريق حتى وهو وحش قادر أنه في لحظة من اللحظات بينطفد وده نشوفه من ريال مدريد في كل المباريات وهنروح لنفس الجزئية اللي الناس كتير بتعترض عليها هي قصة شخصية البطل لازم هنتكلم عليها في الحلقة بسؤال مطش بشوفه فريق عنده خبرة كبيرة جدا بيعرف إزاي يتعامل مع المطشات النهائية من أين تقل الكاتف وفريق قليل الخبرة اللي عبت وقليلت الخبرة مش مصدقة نفسها حتى بس الكرة بتقول إيه الأفضل يكسب مفروض يعني بس مع ريال مدريد ما فيش الكلام ده وفي نظرية تانية بتقول إيه النهاية تكسب ولا تلعب دي نظرية تانية بقى يعني النهاردة لعبة دورت منذ نفسها بيجي في لحظات حسن لعبة مش مصدقة إن هي ممكن تجيب جون يعني كريم أديمي في كرة اللي راح فيها انفراد على كورته ومن نص المعرب هو مش مصدقة إن أنا ممكن نشط الكرة أجيب جون في كورته فعايز يعمل أكتر حاجة ممكنة إنه يضمن بيها وإن كرة تخش جون صح